موسيقى السلام البنات كديرين السعديكم نتمنى تكونوا بخير على الخير و شكرا اليوم ان شاء الله نتقدم لكم واحد الاكلة اسميتها سامن ويد بان سامن ويد بان هنتموا معي لا ترى لكي نوريكم العناصر التي تحتاج لها الاكلة هلا خليكم معي كنحتاجوا الجرجر ها هو كما تشوفوه على البنات شوفوه مزيان لا كين تباع عندنا في المغرب كين كين عندنا هنا الشبت النوع من البقوليات ها هو الشبت هلا عندنا في المغرب كين موجود غط القاوة ها عندي هنا هنا البزار مخلط الالوان كما تشوفوه هو الحمار وكلهم تحيل كل شيء مهم هدا غير اسميتش البزار حبوب وكما تشوفوه الونات عندي الملح عندي السامن هنا خمسة طريفات السامن أو ستيكات السامن كما تشوفوه الونات وعندي شرائح من الحامض وعندي اربعات المعالق الزبدة وعندي كاس الحليب وعندي عصر الحامض وعندي ربع كاس من الدقيق الأبيض كما تشوفوه الونات وعندي هنا أربع كاس الماء وهذا هما العناصر اللي كنحتاج في الوسطة خليكم معايا ما تمشوفوين حتى الأخير الفيديو هانا دابا ان شاء الله غنملكم طريقة ديالتحضير غنمتقل بكم ان شاء الله طريقة التحضير دابا غنمدوزو طريقة ديالتحضير على بركة الله كنفرشو هاد الحامض كنفرشو هاد لحوين ضوات كنديرو هاد الزبيدة ديالنا لبنا نشعله عليها بش دوقلينا هنضير حبيبت ديال هاد البزار اللي قتلكون في الألوان غر شوية ها حبيبت وحديث 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 سوف نضيف قريصة المليحة سوف نضيف السامن على هذا الشكل سوف نضيف السامن على ذلك سوف نضيف الى الرجل سوف نضيف الى الرجل سوف نضيف مشاركة سوف نضيف الى المفضل ميادة 20 حجم مبضي سوف يبقى سوف نحضر السوس السوس نحتاج لها لا يوجد معلق من هذا الحجم لا يوجد معلق من هذا الحجم لا يوجد معلق من هذا الحجم كما ترون من هذا الحجم سوف يكون لقد وجدتهم في المغرب ثم تقوم بمعلقة عادية وصافة هذه المغربة مشاركة موضوع سوف نتعلم سوف نادي سوف نمتع سوف نبدأ أما البنات لم أقلت لكم في الباستا سوف نضع فيها جوج معلق من الزيت العود كما تشوفون مليحة نضع نضع ربع كاس بطاقر كاس كبير سعصري هذه البنات صغير دائما البنات سوف تحركوا مثلينا البنات إلا واحد عشرة سوف تطيب البنات نضع الحليب البنات سوف تكون دافي نضع الحليب البنات نضع الحليب البنات سوف نضع الحليب البنات قليلا ونحرك 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 خمسة تسمر رغب البنات لنحرك نضع الحليب البنات سوف تحرك نضع الحليب البنات سوف تحرك ترجمة نيزارة ترجمة نيزارة هذه هي سئة جيدة أمسكت سوف نضيف العصر الحامض الممتزين ليمون نضيف العصر ونأضيف القرقير 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 حاولوا تجربوا هاد الوكاركيجي وغزالين والدادين البنات وانا درت هذه على قبل واحد مشاهدة تلبت لي قتلية عافك بغنى شي شي طريقة ديال الحوت بغنى الطريقة ديال الحوت وانا يدب اليوم البنات درتها لها بغنى شي طريقة ديال الحوت وغنزيد الملحة شوية الملحة شوية البزار الملح والبزار نعرف على البنات هذا دائما ما نحبش يدية على تحرك البنات من بعد ما طابلية سوف نضغر بشوية نحاول ندرجة ديال باش ما يدفر تكلية ونضعه على جانب بحالك نضغر تلك الملحة نضغر تلك الملحة نضغر تلك الملحة سوف نضغط الزلبة معك يطيب ضغياء تحاولو تهزو غير بشوية بشي بشي بقى سخون تحطي على جانب وغنشتو هاد بلول وغنصفوه معا نديروش الليمو هادك البليلة اللي طاب لنا فيها الحوت ودك التوابي اللي درنا بحلقة درغن ارجعنشغل عليها اما طفيت عليها غير خفت معا ما يمكنش ليه نحرك اما نحرك عاو تاني هاتشان محسن انا نستمرت هيك بش بتحبط لينا مزيان احبا بيك بباد اخدرك 8 دقائق حتى العشرة دقائق كما كانت شوفوا البنات وصنوا النهاية الفيديو هذا هو الشكل النهائي دير الطبق ديالي كانت مني يعجبكم وروقكم وما تبخلوش عيه بلايك وليما مشاركش يدير سبسكرايب يشارك يدير ابوني وما تمنسوش البنات ديروش يتعليق زوين بحالكم باي باي بيكس